إذن اتكلمنا على موضوع الإصابات اتكلمنا على انتقالات يناير والقيد بنسبة لمرحلة اللي جاية وبالنسبة لي موضوع قهربة وفكرة اللاعب الحر والاستبدال بيسمح لك إيه وكمان بنتكلم على البطولة الإفريقية والأهل الحمد لله ماشي بشكل جاي جدا وفيه الصدارة والفتر الأخيرة كان فيه لغة كتير قوي كده قبل طبعا مطلع الفاصل ويكون معايا الكابتن علي نبيل جزئية بس صغيرة أشرحها كان فيه لغة في فكرة من متصدر المجموعة ده بالتأكيد طبعا أتكلم فيها مع النقد الرياضي والفقرة التانية مع زميل عزيز أحمد عويس لكن فيه جزئية مهمة جدا ترتيب الفرق بيتحدد في المجموعات في الجولة الأخيرة بناء على الليحة اللي حددها الاتحاد الإفريقي بخصوص ترتيب الفرق سواء في المواجهات المباشرة أو عالد الأهداف حتى هذه اللحظة النادي الآلي والنجمة السحلي والهلال السوداني في الصدارة إذا وصلنا للجولة الأخيرة وعدد الفرق متساوية في النقاط حتى نهاية الجولة الستة متساويين بيتم الغاء نتائج الفريق الرابع والكابتن سرد الحفظ مدير القراءة ونكلمنا في هذه الجزئية قبل الحلقة قال لنا وده كلام مهم جدا قال حتى هذه اللحظة بعد تساوي الفرق في عدد النقاط والمواجهات المباشرة كل فريق فايز على الثاني بيتم احتساب فريق الأهداف في التوقيت الحالي بالنسبة للفرق لكن في الجولة الستة بتستبعد نتائج الفريق الرابع وبتبدأ تشوف بعد ما تستبعد نتائج الفرق الرابع فرق الأهداف بالنسبة للفرق الثلاثة إذا تساوي في عدد النقاط عموما المجموعة حصل فيها تشعب كبير جدا بعد ما فريق الهلال كسب النجم السحلي في رادس وأصبحت المجموعة كلها عندها الحزوز متساوية للتأهل إلى دور ربع النهائي الآل في المركز الأول أو الثاني متساوية مع النجم السحلي وأيضا الهلال السوداني بستة نقاط لكن ده بيطلب للجهاز الفني أن مباراة بلاتينيوم زمبابوي إن شاء الله بإذن الله لا بديل عن الثلاث نقاط لأن بعد كده عندك مباراة مع النجم السحلي في القاهرة وأصبح الفوز خارج الأرض مطلوب من الجهاز الفني واللعيبة في الثلاث مباريات القادمة عشان تساعدك قبل ما توصل للجولة الأخيرة مع الهلال السوداني في الخرطوم إن شاء الله يوم 1 فبراير في ختام مباريات تدور المجمعات